اشتركوا في القناة او اليوم غاد وقد يجنح الخيال بالبعض فيذهب بعيدا ويأتي بتأويلات لا تمت الحقيقة بصلة لذلك آترت أن أستبقى طرح السؤال وأشرح باختصار شديد الأسباب وراء صدور الوثيقة اليوم وليس أمس الوثيقة باعتبارها فكرة ومشروعا على الورق كانت موجودة منذ سنوات من عدة سنوات ولكننا كنا نرفض نشرها للعموم لسبب بسيط وهو أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقة حقيقية للإصلاح ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء ورغم إلحاء بعض الفضلات ظلنا لتمسك بموقفنا على اعتبار أنه ما لم تتوفر إرادة سياسية وضمانات سوريا وقانونية تعطي لصوت المواطن قيمة وللمشاركة معنا فإن الحديث عن تقديم اقتراحة مخترحات لتجاوز الأعطاب التي يعاني منها مختلف القطاعات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية سيكون صيحة في واد أو كما قال الشاعر قديما لقد أسمعتك لو ناديت حيا ولكن لا حياة لم تنادي وربما عود أن نساهم في جذب الأنظار إلى القضايا المصيرية من الفساد والاستبداد وغياب إرادة الإصلاح والتغيير والتركيز على البداية الصحيحة لإصلاح حقيقي نعطي الفرصة لنقاش المغلوط ومعارك هامشية كان هذا تقديرنا واليوم قررنا أن نعيد النظر في هذا الموقف ليس لأنه قد حصل تحول في موقف السلطة وأن المناخ السياسي العام قد تهيأ للعمل السياسي بشروطه المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية ولكن رغبة منا سبب لتجاوز ما كان يعيب وعلينا بعض الخضرة هذا سبب السبب الآخر وهو تبديد لما كان يحسبه البعض غموض غير مريح يعني العدم الإحسان ما عرفناش كيف تفكر ما عرفناش بغدير ما عرفناش لاش كاتمح إلى غير ذلك سبب آخر وهو دفع لما يروجه الإعلام الرسمي ومن يسيره في ركابه من تشويه واتهامة باطلة للعدم الإحسان من أجل التخويف منها رضوا البال من العدم الإحسان أنا بغدير الخلافة رضا تقضي على التعدد يرى إلى خير يدركم من الادعايات المعروفة لذلك قررنا أن ننشرها اليوم آمنين أن لا تتير التخويفات التي كنا نتحدد عنها سابقا أعلموا أن هذا الشرح ربما لا يقتنع به البعض ويسر على أن هناك شيء يطبخ والحقيقة أن الأمر كما قلت ليس هناك لا طبيق ولا بطيق وكان يسعنا أن نكتفي بالقول لقد كان الرأي وأعدنا النظر في ذلك الرأي فما هو المشكل طالما أننا لا نزال متمسكين بما دئنا لم نساوم عليها ولم نغير منها شيئا وقد ارتحل من ارتحل مننا إلى الآخرة رحم الله الجميع ومن بقي لا يزال يسير فيه نفس الدرب وعلى نفس النية وهي ابتغاء الخير والعدل والكرامة للجميع والرقيق بلدنا إلى مكانة عزيزة ومحترمة بين الأمم والوثيقة التي ننشرها اليوم كانت جاهزة هذه الوثيقة في السيغة التي رقم قد طلعوا عليها داره كانت جاهزة قبل عدة أشهر وتدارسها مختلف مؤسسة الجماعة وصادق على المجلس القطري للدائرة السياسية الذي نعقد يوم السبت والأحد 21-22 أكتوبر ولكننا مرة أخرى قدرنا أن الوقت غير مناسب نظر الأحداث التي عرفتها بلادنا مثل كارثة الحوز وما صحب بمآسي وآلام أشغالة الناس وكذلك سعار التطبيع وما أطر من زعاج شديد على مستقبل المغرب والمغاربة ثم جاءت الحرب الهامجية الصهيونية على غزة فكادت أن تنسينا محنانا الداخلية هذه الكوارث المتتالية فضلا عن الاحتياجات الاجتماعية المتواصلة كل ذلك جعلنا نطرية قليلا انتظار لفرصة مناسبة لكن 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 الأرزاء لم تنقاطع كلما خفت واحدة بزقت أخرى نسأل الله الله تعافية حتى غدا حالنا مثل ما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشائم النبالي فصرت إذا أصابت سهامون تكسرت النصال على النصال ولكن أبو الطيب قل لي ماذا نصنع في المزيد من الانتظار قد تصبح معه الوثيقة متجاوزة ومحتاجة إلى مراجعة وهذا ما نريد أن نتفادى لذلك عقدنا العزم على أن ننشرها اليوم تقدم هذه الوثيقة مقترحاتنا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي ليس بنفس البرنامج الانتخابي لأننا لسنا بصدد انتخابات وإنما بسيغة يرجى أن تكون مساهمة في تحريك الوضع السياسي الراكد وإطارة نقاش عمومي حول الإصلاحة العميقة التي يحتاجها بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي تعيش يعيشها وما ترتب عليها من إفساد للبلاد وظلم للعباد وحرمان من العيش الكريم لفئات واسعة من هذا الشعب المبتلى لا نزعم أن نناجئنا في هذه الوثيقة بما لم تستطعوا الأوائل هو أن ما نقدمه فوق النقد والملاحظة وأننا متمسكون بكل مقترحين حتى وإن بداء ما هو أفضل منه نحن نعرف حدود هذا المعروض لا سيما أن المعلومة الدقيقة في نظامنا السياسي وفي الأنظمة المشابهة محروصة حراسة شديدة لا سبيل للوصول إليها وإنما هو اجتهاد اعتمدنا في سياغتي على ما هو منشور أو متداول أو ما أمكن الوصول إليه وعلى تقدير ما يمكن أن يكون قابل الإنجاز إن توفرت البيئة المناسبة للتغيير والإصلاح من أجل مغرب يتسع للجميع ويقوى على الصمود والمقاومة في عالم لا يرحم الدعافة وأملنا أن تساهم هذه الوطيقة في تبديد غيوم من سوء الفهم تراكمت لسبب الحرب الإعلامية الشارسة على العدي الإحسان لتشوي مقاصدها وغاياتها وأن تكون حافزاً على العمل المشترك مع الغيورين في هذا البلد وتبديد الحواجد النفسية التي شجعت عليها سياسة فرق تسود والتنبيه على خطر تضخيم الخلافات بين أبناء الوطن الواحد والدخول في معارك هامشية تتير الأحقاد وتستنزف الجهود وتترك المجال فسيحاً للمفسدين لكي يفعلوا بالبلاد والعباد ما يشاءون دون حسيب ولا رقيب هذا أملنا وهذا قصدنا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب